الأستاذ أيمان على مسألة الليلة الكبيرة الليلة الكبيرة كتوليفة على بعضها وحتى كمان في إطاره إحنا بنتكلم على الموسيقى الإثنية الليلة الكبيرة دي موسيقى مصري على كلام مصري ولا الكلام مصري والموسيقى ممكن ما تبقاش مصري مية في المية لا الموسيقى مصري مية في المية مصري مصري يعني بتعريف العلم دي موسيقى مصرية بص الليلة الكبيرة أنا بشوف أن هي توثيق تاريخي اجتماعي للشخصية المصرية حلو تمام وبياكمن هنا في وسط الليلة الكبيرة إشارة لشخصية صلاح جهيني الموسيقية لو تاخد بالك أعمال كتيرة جدا عملها له كمال الطويل ومونير مراد وبعض الملاحين الآخرين لكن جي عند الليلة الكبيرة بالذات ورحل سيد مكاوي آه ليه؟ مصر أوي ما قالت الباقي مصريين مصر أوي شخصية سيد بكاوي الموسيقية مصرية بزيادة آه هو بيشرح إيه أصلا في الليلة الكبيرة؟ ده مولد المولد عشان أعمل مولد هو قاعدة عامة أي ملحن يقدر يعمل أي حاجة تمام شغلت أكيد هيقدر يعمل أي حاجة لكن هتروح لمين متخصص في إيه؟ آه تمام يعني على ذكر أنه هو اسمه محمد صلاح أصلا برضو صلاح جهين فمحمد صلاح الكابتن محمد صلاح مهاجم آه تمام هيقدر يلعب وراء بس مش منطقته بس هو مهاجم بالزبط كده كمال الطويل تكوين الوجداني برضو أريستقراطي بس أنا عايز مولد بس فرح لسيد مكاوي أم سيد مكاوي مفصل مولد نسك الكلام ومفصل مولد الكلام حتى السادة الموسيقيين يفهموا الكلام ده بسهولة لكن لو هنبسطه للمستمع العادي كل كلمة ليها طابع لحني آه تمام فما ينفعش أقول لك كلمة معينة وأقول لك واستخدم فيها مقام آخر مش متناسب معها فراح لواحد فقي راح لسيد مكاوي اعمله مولد عمله المولد ده تخش جوه المولد تلاقي توثيق للشخصية السعادية لشخصية الفلاح لشخصية ابن البلد للعلمة للمزيكاتي للمعدي في الشارع وما لوجد دعوه بالموضوع للبيع إلى آخر بتاع السيرك بتاع السيرك شجيع السيمة ونسك كل ده بالكلام شرحوا بالكلام وقال حتى لغويا يعني ده حتى حتة الدرس من الناحية اللغوية طريقة تغيير اللكانات صح بتاعت كل شخصية مصرية وجي عمنا سيد مكاوي أم مفصل اللي احنا على ده بص الجمال بص الجمال ده عمل يتدرس لكادة ناس تخض